شاهد عمر يجب أن نعترف أن لكل فعل رد فعل محاكس لما أنت تشوف أن الناس بنجر كلهم باتجاه هوية معينة نحن عشنا ما قبل السبعين ولم نكن نعرف من هذا ومن هذا زمن هوية الواحدة هوية واحدة تمام لكن احنا بتعرف العقلية القبلية بتحكمنا كلنا في العالم العربي لليوم يعني مش تقول أنه احنا صنع دول متطورة حديثة وكذا لما أنا أحاول وأبذل جهدي ودمي وأقدم لكي وإنت تبعد عني بدي أصير ألتفت لنفسي فبالتالي لابد من تهيئة أجيال تأتي وتكون مسؤولة وتتسلم النشاطات والسياسات في البلد لتعتمد البلد على رجالها لأنه الآن صار فيه فراغ طب ألا يفرز هذا جزء من الفرادي أو عدم الدمج الآن ممكن المواطنة تتأثر بإيش يعني أنا لما بقول الآن بدي أعطي الهوية الأردنية عبر شخص من أصول أردنية طب والمكون الآخر الموجود والحاضر المكون الآخر هو اللي بدأ هذه الخطوة يا أخ أمر أنا عم بحكي لك بصريح العبارة نعم أنا رجل عربي وأنا لا أعرف الإقليمية ولا أعرف أنا رجل عربي مؤمن بأنه إذا أردنا أن نعيش يجب أن نعيش هوية واحدة عربي مسلم أو عربي مسيحي عربي نعم لكن اللي عم بصير عكس ذلك يعني إحنا مش كل أبائنا وأجدادنا قاوموا سايس بيكو طب اليوم إحنا بندافع عن سايس بيكو أنا أردني ضد السوري أنا سوري ضد الأردني أنا فلسطيني ضد متناقضات تعيش في أعماقنا وبنيجي بنطلب أنه ليش لماذا الأمير زيد اللي اختير لهذا المال؟ لم يكن هو الذي تبنى هذه الفكرة إنما كانت مجموعة الظروف أفرزت هؤلاء الناس وبصفة القيادية وأيضا كونه أيضا من العائلة الهاشمية وقريب من جلالة المغفور له الملك حسين كان طبعا له دور في أن يساهم في بناء شخصيات تتولى المسؤولية